حضارة مصر القديمة واحدة من أعظم الحضارات التي أثرت في تاريخ البشرية وتعود جذورها إلى حوالي خمسة ألاف عام كانت مصر القديمة معروفة بإنجازاتها في مجالات متعددة مثل العمارة والفنون والكتابة والعلوم الأهرامات والمعابد والنقوش الهيروغليفية وعندما نتكلم عن الماضي عن مصر لابد من الإشارة إلى العمارة والفنون في بناء الأهرامات والمعابد مثل معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومن ناحية الكتابة فإن تطوير الكتابة الهيروغليفية قد استخدم لتوثيق التاريخ والدين والثقافة أما عن الدين فإن تعدد الآلهة وعبادة الآلهة كان لإزيريس وأزيريس ورع وغيرهم ومن ناحية الزراعة فإن استغلال نهر النيل في الزراعة ساهم في ازدهار الاقتصاد أما في الحاضر فإن المصريون يسعون للحفاظ على التراث الثقافي من خلال المتاحف والمواقع الأثرية وإدخال المناهج الحديثة وتعزيز البحث العلمي في مجالات التاريخ والآثار تعتمد مصر أيضا على السياحة إذ تعتبر السياحة أحد المصادر الأساسية للاقتصاد للمصري حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الآثار والتحديات طبعا موجودة إذ تواجه مصر تحديات في الحفاظ على الآثار في ظل التغيرات المناخية والمشاريع العمرانية في الختام تمثل حضارة مصر القديمة أساسا مهما للحياة المعاصرة في مصر ويعمل المصريون على الرابط بين الماضي والحاضر من خلال الحفاظ على تراثهم الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية ترجمة نانسي قنقر